اشتركوا في القناة تحياتي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه وتحياتي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس المزراء الموقر وتحياتي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس المزراء وتمنيات القيادة البحرينية لجمهورية تتارستان الصديقة وشعبها الكريم دوام التقدم والنماء والاستهار وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس من خنوف على دعوة مملكة البحرين للمشاركة في أعمال قمة جازان الاقتصادية الدولية بين روسيا والعالم الإسلامي في دورتها الحادية عشرة مؤكدا معاليه أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في تعسيز أطر التعاون المشترك وتقود لتعاون بناء في القضايا ذات الاهتمام المتبادل من جانبه حمل فخامة الرئيس رستم من خنوف معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة تحياته لصاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله ولصاحب السمو الملكي رئيس المزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد معربا عن تقديره العميق لما لقيه فخامته من حفاوة وكرم ضيافة لدى زيارته الأخيرة إلى مملكة البحرين وقد بحث الجانبان الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز العلاقات البحرينية الروسية بما يخدم البلدين الصديقين وشعبيهما وقد قام معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة بإهداء فخامة الرئيس التتاري نسخة من كتاب الوفا بفضائل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو أحدث إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأعرب فخمته عن شكره العميق لمعاليه على هذا الإهداء القيم